مصر تقول إلى محادثات وقف اطلاق النار في غزة تجري وسط توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية مسؤولون امريكيون يقولون ان العلاقات مع اسرائيل ستصل لنقطة انهيار اذا تسعت عملية رفح وواشنطن تعلق شحنة من الاسلحة اسرائيل تتمسك بالسيطرة على معبر رفح ورقابة دولية في غزة وتعتبر عمليتها العسكرية لا تخالف الاتفاقيات مع مصر مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الاخبارية التي تمتد على مدار ساعتين وقدمها لكم بصير اشتية اذا إلى المربع الاول عادت المفاوضات بين حماس واسرائيل بشأن تبادل الاسرة والتوصل الى وقف لاطلاق النار في القطاع اذ اكدت وسائل اعلام مصرية نقلا عن مصدر رفيع المستوى استمرار مفاوضات هدنة غزة في القاهرة بحضور الوفود القطرية والامريكية وحركة حماس واضفت المصادر ان المباحثات مستمرة وسط توافق ملحوظ الى جانب وجود بعض النقاط الخلافية لكن المصادر اكدت استمرار الجهود المصرية الحثيثة للحفاظ على المسار التفاوضي واشدد الوفد الامني المصري لكافة الاطراف المشاركة في مفاوضات القاهرة على خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمسار التفاوضية هذا واعتبر الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائي اوفير جندلمان ان العملية في رفح لا تخالف عملية السلام مع مصر مضيفا ان حماس هي من ترفض حتى الان جميع المقترحات التي قدمها الوسطاء وان المقترحة التي تقدبت به بعيد جدا عن موقف اسرائيل نحن اكد على ان هذه العملية لا تخالف معادة السلام بين البلدين على الاطلاق بل هي تأتي في اطار الجهود لضرب الارهاب ولتعزيز الامن والاستقرار في هذه المنطقة من خلال طرف حدودها اما المفاوضات التي تجرى من اجل الافراج عن مخطفين فكما اسلافنا واوضحنا المقترح الحمساوي بعيد جدا عن ثوابتنا ومواقفنا الحيوية وفد اسرائيلي زار القاهرة من اجل بحث التفاصيل ولكن للامانة يجب التذخير بان حماس رفضت حتى الان جميع المقترحات التي قدمها الوسطاء من اجل تواصل الى الصفقة وفي تصريحات الى الحدث اعتبر الوزير المصري السابق واستاذ القانون وعضو هيئة الدفاع في قضية طاوى الدكتور مفيد شهاب ان اقتحام اسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني والدخول والخروج من محور فيلادلفي هو اخلال ومخالفة لاتفاقية السلام لانها تمت دون التنسيق مع القاهرة معتبرا ان ما حدث يمثل تهديدا غير مباشر لمصر كما اكد الشهاب للحدث ان الجيش المصري لم يتحرك لان العملية تمت خارج الحدود المصرية وعلى اراضي فلسطينية مؤكدا ان القاهرة لن تقبل او تسمح باي اقتراب او اعتداء اسرائيلي على الاراضي المصرية ستدخل في حالة حدوثه في مواجهة عسكرية قد تهدد امن المنطقة بالكامل كما اعتبر شهاب ان اتخاذ القرار المصري بتجميد اتفاقية السلام هو مسألة سياسية تقديرية خاصة بمصر ذكر موقع اكسيوس ان مسؤولين اسرائيليين حذروا نظراءهم الامريكيين من ان قرار واشنطن بتعليق بعض شحنات الاسلحة الى اسرائيل قد يقوض مفاوضة الرهائن واضف الموقع ان واشنطن حذرت من التساع العملية العسكرية الاسرائيلية في رفحة التي ستكون بمثابة نقطة انهيار للعلاقات الامريكية الاسرائيلية على حد وصف المسؤولين اشتركوا في القرار العملية اشتركوا في القرار العملية قدم الاندينة اشتركوا في القرار العملية أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب مايك روجرز البيانة التالية بشأن الأخبار التي تفيد بأن إدارة بايدن تحجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل نشعر بالفزع لأن الإدارة أوقفت شحنات الأسلحة الحيوية إلى إسرائيل وأن حجب الأسلحة عن إسرائيل يضعف قوة الردع الإسرائيلية ضد إيران ووكلائها مثل حماس وحزب الله تم اتخاذ هذا القرار السياسي الكارثي سرا وتم إخفأه عمدا عن الكونغرس والشعب الأمريكي الخطأ الاستراتيجي قصير النظر الذي ارتكبته الإدارة يدعو إلى التشكيك في التزامها الذي لا يتزعزع كحليف ويجب على الإدارة أن تسمح لشحنات الأسلحة هذه بالمضي قدما لدعم التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها وهزيمة حماس لقد كنا واضحين للغاية منذ البداية وهو أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشن هجوما كبيرا على رفح دون مراعاة وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة تلك مرة أخرى وأثناء قيامنا بتقييم الوضع أوقفنا مؤقتا شحنة واحدة من الذخائر ذات الحمولة العالية كما أننا لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية المضي قدما مع هذه الشحنة قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن قرار إدارة بايدن رجاء بيع شحنتي أسلحة إلى إسرائيل ليس تراجعا من واشنطن عن دعمها لها وإنما يعبر فقط عن خلاف بسيط مع الخط السياسي الذي ينتهجه رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو مضيفا أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل لم تتغير هذا وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يهود أولمرت للحدث على أن العمليات العسكرية في رفح لن تخدم الهدف الرئيسي المتمثل باستعادة الرهائن وصفا العملية العسكرية في رفح بن نصر المصطنع الذي اخترته حكومة نتنياهو على حد قوله ما نحتاجه الآن هو استعادة الرهائن لا نعتقد بأن غزو رفح سيحقق هدفنا في استعادة الرهائن ففي نهاية الأمر هذا النصر المصطنع في رفح سيجعلنا نفقد جميع الرهائن فالعمل العسكري وحده لن يؤدي لاستعادتهم يجب أن نعلن بأننا مستعدون لإيقاف الحرب لاستعادة الرهائن الأحياء منهم والأموات لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا وهذا لا يعني القضاء على الدولة الفلسطينية يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل وهذا ما عرضته على محمود عباس ونعرفها جيدا والتي تقوم على دولة فلسطينية تقع داخل حدود 67 وتكون القدس الشرقية عاصمة لها خطة السلام التي عرضتها في 2008 تتضمن إدارة القدس بهيئة مشتركة المفاوضات ومعبر رفح وحتى تصريحات أيضا أولمرت هذه التي عرضناها للتو سنناقشها مع ضيوفنا الكرام من القاهرة الأستاذ عزة إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي والمتخصص في العلاقات الدولية من رام الله الأستاذ خليل شهين الكاتب السياسي ومن تل أبيب الأستاذ علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي ورحب بكم جميعا على شاشة الحدث أبدأ معك أستاذ عزة فيما يتعلق بالمفاوضات الآن الجارية في القاهرة هل نحن وسط تفاؤل أم تشاؤم إن صح التعبير أهلا بحضرتك وأستاذ المشاهدين وضيوفك الكرام أعتقد أنه نلحظ بوادر لتحرك إيجابي وبداية لحالة حققية في الساعات الأخيرة خاصة بعد إشارات من حركة حماس على إسقاط بعض الاعتراضات وخاصة ما يتعلق بالفيتو الذي كان موضوعا بشأن الإطلاق صراح الأسرة هناك في التفاصيل أمور كثيرة بالتأكيد لكن النهج المتدرج في العرض المصري والمشروع المصري أعتقد أنه ربما يتيح له فرصة لتمريره في حالة أنه لو كان هناك مساندة من جانب الولايات المتحدة على وجه التحديد لإقناع حكومة نتنياهو بالتخلي عن اللهجة المتشددة والدخول في معادلة صفرية في مواجهته لحركة حماس في منطقة رفح الفلسطينية وأيضا أن تبدي حماس قدر أكبر من المرونة لأن الأجواء مشتعلة ومصر حذرت من أنه هناك هذه فرصة وربما تكون فرصة أخيرة ولن يكون بمقدور أحد أن يحرك الأمور من جديد مرة أخرى لو فشل هذا المشروع في التوافق بين الأطراف أريد هنا أن أسأل الأستاذ خليل شاهد أستاذ خليل مرونة حماس هل يجب عليها أن تقدم مرونة أكثر وهي تقول وفقا لبياناتها بأنها قدمت تنازلات ومرونة أكثر من المعتاد أسوى فصائل المقاومة الأخرى قدمت أقصى قدر من المرونة وخاصة أن المرونة يجب أن تكون تحت سقف عدم استمرار احتلال قطاع غزة وعدم استمرار الحرب لا يمكن الحديث عن مرونة تبقي الاحتلال موجود في قطاع غزة ولا مرونة تتيح لإسرائيل مواصلة حرب الإبادة الآن يتضح أكثر فأكثر أن الهداف الإسرائيلية لا تتعلق بالقضاء على حركة حماس هي تتعلق بالقضاء على الوجود الفلسطيني في قطاع غزة تدمير قطاع غزة تهجير قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية إذن لأنه ما العلاقة على سبيل المثال ما بين القضاء على حركة حماس والقضاء على الأونيروة وكالة غوث اللاجئين من الواضح الموضوع أشمل بكثير من القضاء على قدرة حماس على الحكم أو قدرة حماس العسكرية والآن هذا الأمر يتضح أكثر فأكثر أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين السابقين يشككون في إمكانية تحقيق حدث القضاء على حركة حماس وهي تستعيد فزق من سيطرتها في إدارة شؤون الناس في المناطق التي أخلاها جيش الاحتلال في غزة وشمال قطاع غزة المرونة أعتقد أنها كانت واضحة في قبول المخترحات المصرية بالأساس بتقسيم مجمل الاتفاقية على مراحل إبداء مرونة فيما يتعلق بمعايير وأعداد الأسرة الذين سوف يطلق صراحهم مقابل استعادة الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين في خطاع غزة نذكر جميعا أن المعادلة السابقة كانت هي طبيض السجون الإسرائيلية معادلة الكل مقابل كل الآن لا تتحدث حركة حماس عن هذه المعادلة هي قبلت بالإفراج عن مئات من الأسرة الفلسطينيين بل وأبدأ مرونة أيضا فيما يتعلق بموضوع الإفراج عن الأسرة من أصحاب المؤبدات ولكن إسرائيل عمليا حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية وبعض المصادر الإسرائيلية هذا اليوم أشارت لأن المفاوضات من قبل الجانب الإسرائيلي هي محاولة لإعادة الأمور ليس إلى المربع الأول بل إلى نقطة الصفر إسرائيل عادت تراجعت عن مسائل كانت قد وافقت عليها يعني مثلا عدد الأسرة الذين سيطلق صراحهم من الفلسطينيين مقابل عدد المجندات يعني إسرائيل الآن عادت يعني لتنسف كل الاتفاق السابق تتحدث عن رفض الإفراج عن خمسين أسير فلسطيني مقابل كل مجندة وهي تقول عشرين وغير ذلك يعني من تفاصيل عديدة والتراجعات الإسرائيلية واضح أنها يعني جاءت بتعليمات من نتنياهو إلى الوفد المهني أو التقني الذي أرسله إلى إلى القاهرة أي بالعودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر هنا يجب أن نشير أيضا إلى بعض المعلومات المهمة بعضها كي كشفته صحيفة آردس هذا اليوم التي قالت بأن نتنياهو منذ يوم الخميس الماضي حاول أن يدفع في مجلس الحرب باتجاه أن يبدأ بعملية عسكرية يعني سريعة في رفح يعني قبل أن يعرف موقف حركة حماس وهذا استند إلى تقديرات على ما يبدو وصلته بأن حركة حماس تميل للموافقة على المقترح المصري هذه النقطة النقطة الأخرى لا يوجد شيء اسمه مقترح من حركة حماس المقترح في واقع الحال هو مقترح مصري جرى مناقشته مع الدوحة وجرى مناقشته أيضا مع وليام بيرنز يعني مدير السيئي إي الذي كان موجودا في القاهرة لذلك أرجو تصحيح ما تنشره أنتم أيضا على الشاشة من أن نتنياهو وإسرائيل ترفض المقترح حركة حماس هذا المقترح ليس مقترح حركة حماس حماس قدمت ملاحظات على المقترحات التي قدمت إليها مقترح حركة حماس هو ردود التي كانت قدمت في 13 أكتوبر يعني 13 نيسان الماضي ولا يوجد شيء جديد في هذا المضمار ووضحات الفكرة أستاذ خليل دعني هنا أسأل الأستاذ علي واكد بعد الترحيب به مجددا فيما يتعلق بموضوع رفح وإعادة السيطرة عليه من قبل إسرائيل بات شرطا رئيسيا من قبل حماس الآن هو أن تنسحب إسرائيل من هذا المعبر وعدم تسليمه إلى طرف ثالث كما تقول التقارير إلى أي مدى يمكن فعلا لهذا الأمر تحديدا أن يجعل هذه المفاوضات تنهار أو كما قلنا في البداية مفقا للتقارير أن نعود إلى المربع الأول يعني أعتقد أن رفح في هذه المرحلة هي محط نقاش داخلي في إسرائيل سواء على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري عسكريا كان هناك جدل في إسرائيل هل كان يجب على العملية العسكرية أن تبدأ من الشمال ومن الغرب أم أنه كان يجب البدء منذ البداية في رفح استناد إلى ما تقوله الجهاد الإسرائيلية أن رفح هي المصدر لدخول الأسلحة إلى قطاع غزة وأنه في حال سيطرة إسرائيل على محور فيلادينف إنها بإمكانها أن توقف جزء كبير من تهريب الأسلحة إلى حركة حماس أعتقد أن مسألة تواجد إسرائيل في المعبر هو أكثر محل مفاوضات إسرائيلية مصرية وتنصيق مصر إسرائيلي أكثر منه مفاوضات بوساطة طبعا بين إسرائيل وبين حماس أنا أعتقد أن في هذه المرحلة لا نية لإسرائيل توسيع المعركة في رفح قبل أن تتضع صورة المفاوضات في القاهرة وهذه مفاوضات جادة هذا ما يقلق من يمينة أن الولايات المتحدة لا زالت جادة في محاولتها إيجاد صيغة يعني تفضي إلى توصل لوقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرة طبعا بين إمينة يحاول رفع صف المطالب وأدرج مسألة رفح والترتيبات الأمنية في مسألة رفح وهو الأمر الذي لم يكن مطروح منذ البداية لذلك أعتقد أننا أمام عدة مراحل يعني المفاوضات في القاهرة وما يمكن للجانب المصري أن يضغط أكثر ربما على حماس والأمر الثاني هي الاتصالات المصرية الإسرائيلية بشأن ترتيبات أمنية في محور فلادلف وعلى الحدود الفلسطينية المصرية بين قطاع غزة وبين مصر أنا أعتقد أنه لو تم التوصل إلى نوع من الترتيبات تضمن إسرائيل سواء بواسطة طرف جهة ثالثة شركة أمريكية شركة بريطانية أو قوة دولية يمكن في هذه الحالة لإسرائيل أن تبدي مرونة أكبر ويمكن لبين مينتناه أن يكون لشركاء المتطرفين لنتعاون في مسألة الصفقة ولنتفهم الضغط الأمريكي خاصة وأن الولايات المتحدة تبدو جادة على الأقل في التلويح فإنه يمكن لها أن تستخدم ورقة تسليح إسرائيل أنا لا أقول أن مسألة ورقة تسليح وتحصيل حاصل لا هي ربما إشارة من الولايات المتحدة أن هذه الورقة مطروحة على الطاولة أعتقد كما قلت أننا ننتظر التفاهمات الإسرائيلية المصرية بشأن الترتيبات في محور في لديلفي قبل أن تتضح الصورة أكثر نعم أعود إليك أستاذ عزة فيما يتعلق بهذه التحركات الإسرائيلية في رفح تحديدا وكما ذكر لنا للحدث الأستاذ القانون الدولي وعضو أيضا هيئة الدفاع في قضايا طابة الدكتور مفيد شهاب أن ما حدث هو إخلال في اتفاقية السلام بين الدولتين إلى أي مدى هذا الأمر يؤثر وما الذي على مصر أن تفعله وحيال هذا الأمر يعني في اعتقاد أن مصر تتعامل بتروي وبهدوء شديد مع هذه الأمور لأن المفاوض المصري والدور المصري في المفاوضات هو دور حيوي ودور لا يمكن الاستغناء عنه فبالتالي مصر تحاول أن تكون الطرف الأكثر عقلانية أمام هذا الجنون الذي يخرج من تل أبيب مسألة أنه المعاهدة وما يتردد في الأيام الأخيرة أعتقد أنه إسرائيل أدركت بسرعة أنه ما فعلته من دخول سريع ثم خروج سريع من ممر فلادلف حسب ما تردد في الأنباء كان ذلك بهدف أنه عدم إصارة الجانب المصري وقبل أن يبدي الجانب المصري الاعتراض على ذلك في الجانب الآخر أيضا المعاهدة تشير بشكل واضح إلى أن كل طرف لا يجب أن يشكل أي تهديد غير مباشر على الطرف الآخر في المناطق الحدودية والملحق العسكري الخاص بالمعاهدة يشير إلى أنه الدفع بأعداد معينة من الكتائب لا بد أن يكون بالتوافق وأعتقد أن هذا السبب إسرائيل توصر على أنها مسألة تقوم بعملية محدودة في القطاع وفي منطقة شرق رفح وفي منطقة المعبر التي تتهم حركة حماس بأنها تأوي أعداد من عناصر الحركة في منازل قريبة من المعبر بالتالي أرى أنه من مصلحة إسرائيل أن تسير في طريق التوافق فيما يخص المفاوضات القائمة مصر لديها رؤية واضحة فيما يخص الترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار مصر تأخذ الأمور بشكل متدرج من الهدنة إلى وقف إطلاق النار مؤقت ثم إلى وقف إطلاق نار دائم وهذه أيضا من النقاط للمحل الخلاف لكن في مسألة وقف إطلاق النار الدائم هناك ترتيبات في أعتقد أنها في المرحلة الثالثة ستخص كافة هذه الأمور منها معبر رفح وأعتقد أنه الطرح المصري يقوم بالأساس على مسألة أن تعود السلطة الفلسطينية وتكون السلطة الفلسطينية صاحبة الإدارة في المعبر مثلما هو الحال في الوضع قبل استلاق حماس على السلطة في القطاع لكن ألا تعتقد بأن هذا الأمر سيزيد من الخلاف بين السلطة وحماس أعتقد أن حماس لابد أن تدرك الواقع الآن أنها قبول مسألة تحولها إلى حزب سياسي وإلى حركة سياسية في المقام الأول حتى يمكنها أن تتعامل مع الواقع على الأرض الآن هناك رفض ليس فقط إسرائيلي ولكن أمريكي وغربي بشكل عام لمسألة أنه استمرار الوضع على ما هو عليه في القطاع غزلانة لا نتحدث عن إبادة حماس أو محو حماس ولكن نتحدث عن التعامل بشكل عقلاني أكثر فيما يتعلق بالترتيبات السياسية في مرحلة تتطلب العقلانية السياسية إلى درجة كبيرة في التعامل مع الأمور ولن تعود الأمور إلى سابق عهدها هذه هي الحقيقة التي يجب أن يتعامل مع كل الأطراف وبالتالي الترتيبات فيما يخص التحول السياسي والوصول إلى توافق حول الوصول إلى حل الدولتين أو حل الدولة الفلسطينية أعتقد أنه مسألة حيوية جدا أن يدركها كافة الأطراف نعم فيما يتعلق السيد خليل بهذه النقطة ولربما ستكون نقطة حساسة في حال انسحبت إسرائيل كما تقول هي من المعبر الآن الخلاف لربما سيبقى من سيستلم هذا المعبر السلطة أم حماس أم السلطة وحماس يعني في تصريحات منذ قليل لمحمود مرداوي القيادي في حماس عندما سئل في حال هل ستقبلون في حال عادت السلطة وهي من استلمت المعبر لم يجب عن هذا السؤال بوضوح يعني كيف يمكن قراءة هذا الأمر إن صح التعبير يعني أولا من حيث المبدأ لا أعتقد أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تقبل أن تعود إلى معبر رفح أو غيره على ظهر الدبابات الإسرائيلية هذا يعني موضوع محسوم لأن دعوة السلطة الفلسطينية لأن تدخل معبر رفح من بين الدبابات الإسرائيلية وتستلمه هذه دعوة لانتحار السلطة الفلسطينية أمام شعبها ولذلك لا أعتقد أن هذا الأمر يعني محبول وقد صدرت بعض التصريحات من مسؤولين من السلطة الفلسطينية يعني تتماشى مع ما أقوله أنا الآن السلطة الفلسطينية يمكن أن تعود إلى استلام يعني معبر رفح وكل قطاع غزة في إطار توافقات فلسطينية داخلية قائمة على حوار وخاصة هذا الحوار رأته القاهرة لفترة والسنوات طويلة ويتضمن حلول لكل شيء بما في ذلك موضوع المعابر وأشير هنا إلى أن السلطة الفلسطينية موجودة على المعابر الأخرى على حاجز بيت حنون إيرز السلطة الفلسطينية هي الخط الأول الموجود في الحاجز الأول لتعامل مع الإسرائيليين في حاجز إيرز وكذلك الحال فيما يتعلق بمعبر كرم أبو سالم قبل أن تندلع الحرب ولذلك فإن المنظفية السلطة وإدارة المعابر التابعين للسلطة هم موجودين على الأقل على معبرين كرم أبو سالم وعلى معبر إيرز في الشمال أما معبر رفح فهو قضية مختلفة في العام 2005 جرى التوافق والتوصل إلى اتفاقية المعابر وهي السلطة الفلسطينية هي طرف فيها وعلى إسرائيل التلتزم يعني بما تم التوافق عليه بهذا الخصوص وهذه الاتفاقية لا تشير على الإطلاق لا إلى مراقبة أمريكية ولا إلى شركة أمريكية ولا غير ذلك هي تشير إلى مراقبة أوروبية إضافة إلى موضوع التفتيش الأمني الذي كان يفترض أن يكون من صالح إسرائيل إذا كان هناك من شركة أمريكية سوف تأتي فأنا أفترض أن هذه الشركة الأمريكية إذا كانت ستقوم بالتفتيش ستكون في الأراضي المصرية ولذلك على مصر أن تقدم موقفا فيما يتعلق بقبولها بل يكون هناك شركة أمنية أمريكية أو غير أمريكية موجودة على الجانب المصري من الحدود أما في الجانب الفلسطيني فأنا لا أعتقد أنه سيكون هناك قوات أمريكية أو شركة أمريكية أو منظفين غير فلسطينيين وهذا أمر يكاد يكون مستحيل هنا لا بد من الإشارة إلى أن قضية إدارة معبر رفح ليست قضية أمنية بمعنى ليست أن تحضر شركة أمنية أو غير أمنية وتقوم بمراقبة البضائع لأن معبر رفح ليس معبر بضائع أصلا هو معبر مخصص لحركة انتقال الأفراد ولكن الظروف أجبرت الكل بما في ذلك مصر على استخدام هذا المعبر لإدخال المساعدات ولكن مع ذلك القضية هنا هي قضية كيف تدير معبر يتعامل مع حركة انتقال الأفراد والمرضى وغير ذلك هذا يتطلب أن تنسق مع جهات داخل قطاع غزة فمن يقوم بتنسيق الأسماء والكشفات متعلقة بالمسافرين متعلقة بالجرحة والمرضى هي الجهات الموجودة في قطاع غزة وهي جهات لا تزالت وسيطة لها حركة ماس أي شخص حتى لو كانت السلطة هي الموجودة على معبر رفح هي سوف تنسق مع المزارات والأجهزة الحكومية التابعة لحركة حماس لذلك الموضوع أشمل يجب أن يكون من مجرد التعامل مع معبر رفح كما تطرحه إسرائيل في المسرحية التي قامت فيها في احتلال معبر مدني يعني معبر مليني يبعد 3 كيلومتر عن مدينة رفح إسرائيل لا تدخل إلى مدينة رفح حتى الآن ولذلك أعتقد أن القضية تطلب حواراً فلسطينياً داخلياً حول كيفية إدارة قطاع غزة على قاعدة أن يكون هناك شراكة سياسية وعلى قاعدة أن يكون الأمر منوت تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها هي الموثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وأن هناك تكون سلطة فلسطينية واحدة وضحت هذه الفكرة أستاذ علي استمعت إلى ما قاله يهود أولمرت قال أن العملية العسكرية في رفح يعني نصر مصطنع اخترته حكومة نيتنياهو كيف يمكن التعليق على هذا الأمر وما مدى تأثيره فعلاً رئيس وزراء سابق في الشرع الإسرائيلي يعني كل المعارضة الإسرائيلية تقول أن ما يسعى عليه بنمي نيتنياهو هو نصر مصطنع وهو يحاول أن يطيل أمد المعركة بالمناسبة بما نتحدث عن رفح هناك جدل في الحكومة الإسرائيلية وتحديداً في رئاسة الحكومة الإسرائيلية وفي شركاء بنمي نيتنياهو ليس في الحكومة ولكن في رئاسة الحكومة وننتحدث عن سموتريتش وبينكبير الجدل بينهم هل ما هو الأخطر بالنسبة لإسرائيل هل عودت السلطة الفلسطينية إلى معمل رفح وإلى قطاع غزة أنبقى حركة حماس وتهديدها النسبي أو الكلية على الأمن الإسرائيلي في قطاع غزة لأن بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للحكومة الحالية في إسرائيل أن تعود السلطة الفلسطينية في إطار حراق دولي جديد يهدف إلى إحياء مفاوضات سياسية ربما تفضي إلى حال سياسي تكون معادلة الدولة الفلسطينية جزء منه هو الخطرة الأكبر وليس التهديد الأمني الذي مثلته حماس في السابع من أكتبر الذي يمكن أن يتكرر إن لم نصل إلى اتفاق سياسي وهذا ما يقوله هود أولمر أن بالنسبة لبيني ميني نيتنياهو حالة الحرب المستمرة والتي ممكن أن تدور بين كر وفار أفضل من التسوية السياسية خاصة نعلم أن في أوساط الحكومة بينكوراس موتريتش أعلناها بشكل واضح أنهما يريدان العودة إلى مستوطنات قطاع غزة ونعرف سميعا أن مستقبل بيني ميني نيتنياهو الشخصي والسياسي بيد هذين الرجلين لذلك الأمور معقدة أكثر بيني ميني نيتنياهو سيحاول إطالة أمد هذه الفترة حتى يهوص جو بايدن في معمات الانتخابات الأمريكية وربما ينتج عن هذه الانتخابات عودة دونالد ترامب صحيح أن نسمع من ترامب بعض التصريحات التي لا تلوك لبيني ميني نيتنياهو ولكن الأمال معلقة في طاقم بيني ميني نيتنياهو أن يعود الإنجليون ومعهم أنصار اليمين في إسرائيل ليحيطوا بدونالد ترامب أستاذ علي أريد من حضرتك بخلال دقيقة سمحت لي في موضوع بيني ميني نيتنياهو وضغوط سموتريتش وبيني كفير لماذا للآن يرفض أن يتمسك بمقترح لبيد يأير لبيد زعيم المعارضة وهو الذي قال بأنه سيشكل له طوق نجاة في حال انسحب الرجلان وانهارت الحكومة بداية لأن لبيد يشترط هذا الطوق بالتحديد موعد لانتخابات مبكرة وكل استطاعات الرأي حتى الآن ليست بصالح بيني ميني نيتنياهو الأمر الثاني أن بيني ميني نيتنياهو أيديولوجيا وفكريا أقرب لسموتريتش وليبينكفير ومسألة حسب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسلام إسرائيلي عربي دون أن تدفع إسرائيل بالعملة الفلسطينية بالإضافة إلى مسألة نتنساها في الفترة الأخيرة وهي محاكمة بيني ميني نيتنياهو هذه المحاكمة التي يمكن أن تنتهي بالإطاحة ببيني ميني نيتنياهو وربما أزج به بالسجن وشركاه الحاليون يعني لا يبلون في فساد نيتنياهو بقدر ما يبلون بخطر الخطر من ناحيتهم طبعا أن يكون هناك حراق دولي دبلوماسي وتعود المفاوضات وبالتالي كل ما بنى عليه سموتريتش وبينكفير مسألة حكومة اليمين الكاملة والحلم به كما قال سموتريتش في بداية هذه الحكومة العودة إلى فكرة ليس من النهر إلى البحر ولكن من النير إلى القرآن أن تعود وتكون مطروحة على طاولة العمل السياسي في إسرائيل نعم أعود إلى الأستاذ عزت فيما يتعلق بنقطة أمريكا الحليف الرئيسي لإسرائيل والتي وفقا للتقارير العلاقة فيما بين تل أبيب وواشنطن ليست على ما يرام لكن إن صح التعبير فيما يتعلق بأنها ستنهار هذه العلاقات وفقا لمسؤولين أمريكيين في حال اتسعت عملية رفح هل فعلا هذا الأمر يعني مطروح وارد أن تنهر هذه العلاقات يعني أعتقد أنه تصريح مبالغ فيه من صاحب التصريح لأنه كل مسؤولنا أمريكي لأكسيوس فقط في التوضيح نعم السلوك السياسي للبيت الأبيض وأيضا لوزير الدفاع الأمريكي في تصرحاته اليوم هم جميعا متفقون على على الأهداف التي وضعها بنيامي ناتنياهو لعملية رفح ويؤيدون هذه العملية ولكن لا يؤيدون اتساع العملية أو الدخول في مناطق الكتل السكانية يتفقون معه في أهداف القضاء على حماس أو البنية التحتية لحماس وأيضا عودة الأسرة وتحرير الأسرة فبالتالي المنطلق الأساسي للولايات المتحدة هو يتوافق تماما مع الأهداف الإسرائيلية في جزء خاص به الوضع الداخلي في الولايات المتحدة أعتقد أنه إدارة بايدن بترى أنه هناك يعني تصاعد للغضب الداخلي أو الاحتجاجات الداخلية ونراها في الجامعات الأمريكية فهو يريد أيضا احتواء المسألة أنه لو استخدمت إسرائيل نيران كسيفة وأسقطت أعداد كبيرة من القتل المدنيين في رفح هذا سيمثل إحراج كبير عن المستوى الداخلي في الولايات المتحدة وهو ما لا تريده الإدارة في هذه المرحلة تريد احتواء الموقف بحيث أنه تقوم إسرائيل بعملية منضبطة وتحقق ما تسعى إليه في فترة زمنية طويلة هذا ما يبدو من التصريحات الأمريكية لا يوجد خلاف على الأهداف فيما بينهم ولكن هي الخلاف على الطريقة التي يتم بها تنفيذ العملية في قطاع رفح وهذه أشكالية كبيرة السياسة الأمريكية تحتاج إلى إعادة ضبط لهذه الأمور لأنه هذا يشجع نتنياهو على مزيد من القتل ومزيد من سفك الدماء في صفح رفح أو في غيرها وليس في مصلحة الولايات المتحدة تشجيع هذا السلوك في هذه المرحلة لأنه لو حدث بسبحة كبرى في رفح في وجود أكثر من مليون و 200 ألف فلسطيني أعتقد أنه سيكون له تدعيات كبيرة في سائر المنطقة صحيح وقالت أنها ستراقب وتراقب سلوك إسرائيل الآن فيما يتعلق بعمليات إسرائيل العسكرية في رفح السؤال ذاته أستاذ خليل فيما يتعلق بهذه التحركات الأمريكية وتعليق الشحنات بعض الشحنات الأسلحة إلى إسرائيل كيف تقرأ هذه الخطوة وفيما يتعلق بالتهديد والتحذير من انهيار العلاقات بين الطرفين يعني أنا أتفق مع ما ذكره الأستاذ عزت فيما تعلق بالتوافق الأمريكي الإسرائيلي على الأداف العامة على الأقل المعلنة لهذه الحرب تحت هذا الصقف هناك يعني خلافات وقد أقرى رئيس بايدن يوم أمس بأن هناك خلافات لا تصل إلى حد يعني المس بالدعم الأمريكي الذي لا يتزعزع لإسرائيل لذلك يعني حتى في ظل الحديث عن يعني وقف شحناه ويجري الحديث عن 3000 و500 قذيفة يعني إسرائيل أرسلت الولايات المتحدة أرسلت حتى الآن حسب ما يعني ما ينشر في الإعلام الإسرائيلي أكثر من 360 طائرة من المساعدات العسكرية لإسرائيل أكثر من 60 سفينة مساعدات لإسرائيل يعني ولذلك يعني لا أعتقد أن يعني تأخير شحنة يعني من 3500 قذيفة يمكن أن تؤثر على مصار يعني الحرب قلق إسرائيل هو أن يعني تستخدم الولايات ضغطا أكبر يعني أن توسع ذلك وخاصة في ظل يعني مطالبة الكونغرس بتقرير من الإدارة الأمريكية حول يعني الانتهاكات الإسرائيلية أن تضطر تحت هذه الوطأ إلى توسيع النطاق تأخير على الأقل بعض الشحنات القادمة لأن إسرائيل وصلتها يعني عشرات الألاف يعني قبل أيام يعني من القذائف والمعدات من الولايات المتحدة تكفيها يعني لاستمرار العملية يعني في الرفح هذا جانب الجانب الآخر من القلق الإسرائيل هو ما سمعنا هذه الليلة على سبيل المثال من أنباء تتحدث عن إمكانية أن تحذو بريطانيا حذو الولايات المتحدة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأن ينسحب ذلك على مواقف دول أخرى لذلك هناك قشية يعني لدى إسرائيل ونشهد أن هناك يعني مبادرات أو دعوات من داخل إسرائيل ومن الوزراء وتم تشكيل لجنة في السابق من أجل يعني الإنتاج الدخائر التي تحتاجها إسرائيل محليا بدل يعني الاعتماد على الولايات المتحدة أو غيرها من دول يعني العالم لكن في المنحة العام في المنحة أعتقد أن ما يشجع نتنياهو على استمرار هذا التعامل هو الموقف الأمريكي الولايات المتحدة يفترض أنها يعني وسيط أو تقدم نفسها كوسيط في نجل توصل الاتفاق ووقف اطلاق نار وتبادل يعني أسراء ولكنها عمليا تنطق بلسان إسرائيلي في الكثير من الأحيان عندما يعني في داخل الغرف يعني المغلقة ومن السلاجة على الاعتقاد أن الولايات المتحدة يعني عندما تقدم مقترحات في إطار يعني المفاوضات لا تقوم بتنسيقها مسبقا مع يعني إسرائيل وهي التي يعني يشارك يعني وزير خارجيتها ووزير دفاعها يعني بين فترة وأخرى في اجتماعات مجلس الحرب وضحت هذه الفكرة أريد أن أستغل الدقيقتين المتبقيتين مع الأستاذ علي واكد عذرني أستاذ خليل على مقاطعتك لكن هل فعلا ما طرح الأستاذ خليل أستاذ علي هل يمكن أن تكون إسرائيل فعلا قلقة من ازدياد الضغوط الأمريكية خلال الأيام المقبلة وخلال الفترة المقبلة يعني أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي غير واضح ومتذبذب يعني الأستاذ قال أن هناك توافق أو الأستاذ خليل قال أن هناك توافق بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة بشأن ضرورة القضاء على حركة حماس هذا من حيث المبدأ ولكن من حيث ترجمته على رأس هناك شكوك أمريكية هل بالفعل إسرائيل قادرة على القضاء على حماس وهل هي تريد فعلا القضاء على حماس نحن نتحدث وقال الأستاذ خليل أن حماس عادت لتدير أمور حياة الناس في شمال قطاع غزة وفي مناطق من مدينة غزة وأنا أضيف على ذلك أيضا في منطقة خانيونس في بعض المناطق في رفاح لذلك هناك يعني سمعنا هذه الليلة من عدة مصادر عسكرية إسرائيلية لأنه ربما علينا أن نتوقع في الساعات القادمة عملية برية لندر محدودة أو واسعة في شمال القطاع وفي شرط مدينة غزة للحد من هذا التواجد لحركة حماس فوق الأرض إسرائيل يعني تعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن طال النهاية لهذه الحرب مهما كان الثمن حتى وإن كان الثمن مفاوضات تحرج بين يمين نتنيهو لذلك بدأ بين يمين نتنيهو وبدأ اليمين في إسرائيل يحرك بعض الجهات من اليهود داخل الحزب الديمقراطي الذين يصرحون أن نسبة تصويت 70 إلى 75% من يهود الولايات المتحدة لصالح الحزب الديمقراطي لم تعد تحصيل حاصل وليس أمر مفروغ منه وعلى بايدن وعلى شركاه في الحزب أن يبذلوا جهدا للحفاظ على هذه النسبة لكي يحصلوا على دعم اليهود في الولايات المتحدة أنا أعتقد أن الولايات المتحدة محبطة من الموقف الإسرائيلي بالمناسبة يعني الولايات المتحدة عرضت كل شيء على بين يمين نتنيهو حتى تطبيع أكبر مع دول عربية منها السعودية وغيرها لكن بين يمين نتنيهو بين كل هذا اختار الإبقاء على اتلافه اختار الإبقاء على شركاته مع سموتريتش وبينكفير على كل الإغراءات وعلى كل المصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل جزيل الشكر لكم ضيوفي الكرام شكرا للأستاذ علي واكد صحف المختص في شأن الإسرائيلي كنت معنا من تل أبيب ومن القاهرة كنت معنا الأستاذ عزة إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكليل والمتخصص في العلاقات الدولية ومن رام الله كل الشكر أيضا للأستاذ خليل شاهين الكاتب السياسي الفلسطيني الجبهة بين لبنان وإسرائيل شهدت اليوم تصعيدا لافتا حيث شنت إسرائيل عشرات الغارات على بلدات وقرى حدودية الجيش الإسرائيلي قال إنه شن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان خلال الساعة الماضية في المقابل أعلن الحزب في بيان له استدفى موقع السماقة في تلال كفرشوبة اللبنانية الذي يضم التجهيزات التجسسية لإسرائيل وقصف موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية الموجهة اشتركوا في القناة بيروت لمناقشة أخر التطورات فيما يتعلق بالملف اللبناني وأيضا التصعيد بين حزب الله وإسرائيل الكاتب الصحفية الأستاذ جورج شهين اسمح لي أستاذ جورج قبل أن نبدأ هذا النقاش أن أنوه بهذه العواجل التي تظهر ارتباعا على شاشتنا إذن وفقا لآخر الأخبار فيما يتعلق بمجلس النواب الأمريكي رئيس مجلس النواب الأمريكي وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ في رسالة لبايدن المساعدات العسكرية لإسرائيل أولوية ملحة ويقولون أيضا قلقون من تقارير حول تعليق شحنات أسلحة إلى إسرائيل إذن رئيس مجلس النواب الأمريكي في رسالة لبايدن قلقون من تقارير حول تعليق شحنات أسلحة إلى إسرائيل ورحبك مجددا أستاذ جورج فيما يتعلق بما يحدث اليوم تحديدا أو ما حدث اليوم تصعيد لافت هل يمكن القول بأن السباق بدأت به الحرب تفوز على الحل الدبلوماسي أو تسبق إن صح التعبير الحل الدبلوماسي أول شيء شكرا على الاستضافة أهلا بيك ما كان الصوت واضح شكرا على الاستضافة عزيزي السباق قائم على أشده بين كل الخيارات الدبلوماسية والعسكرية ليس على المستوى اللبناني فقط إنما الجبهة اللبنانية هي جزء من الجبهة الكبيرة في المنطقة شاء البعض بأن يربط لبنانية بكل هذه الشبكات ووضعنا على خط التماس مع العدو الإسرائيلي بهذا الشكل العنف أو القصف الإسرائيلي القاسي والعمليات العنيفة اليوم التي ميزت هذا النهار ليست عملية مفاجئة نشهد كل فترة نشهد مثل هذه العمليات وهي تعود بالمفهوم العسكري إلى ضربة ما نفذها أي من الطرفين اليوم العنف الإسرائيلي والقصف المدمر لنلاحظ عمليات القصف تجري بشكل شريط تدميري قال لي أحد العسكريين قبل قليل إسرائيل تستعمل الشريط التدميري يعني تختار منطقة فتقصفها بخط موازن بطريقة تدميرية هذا الخط التدميري كان طبيعيا في أعقاب العملية التي نفذها حزب الله أمس وعملية أخرى اليوم استهدفت مركزا عسكريا إسرائيليا كان يتجول فيه وزير الدفاع الإسرائيلي كان أمرا طبيعيا أن ترد إسرائيل بهذا المنطق كلما قصفت منطقة آمنة وقتلت أحد المدنيين يرد حزب الله بقصف المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية لذلك أقول ليس هناك مفهوما واضح عندي حجم العنف في جنوب لبنان العملية متفاوتة هناك سقف لا يمكن تجاوزه من أي لا يتجاوزه أي من الطرفين عندما نقول توغلت إسرائيل وقصفت 100 كيلومتر في الأراضي اللبنانية أو بلغت نسبة 200 كيلومتر عندما تقصف بعلبك أو مناطق بعيدة عن الجنوب هناك تمييز بمفهوم قواعد الاشتباك إن كان الهدف أمني فهو مبرر بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي إن كان الهدف أمني يعني أن يستهدف مركزا لحزب الله أو قائدا فلسطينيا أو قائدا لبنانيا نعم قبل أن أطرح سؤالا يتعلق بهذا الأمر أستاذ جورج اسمح لي أن أنوه بهذا العاجل أيضا السيناتر الأمريكي بيرني ساندرز يقول بايدن محق تماما في وقف تسليم القنابل إلى حكومة نيتنياهو إذن السيناتر الأمريكي بيرني ساندرز يقول بأن بايدن محق تماما في وقف تسليم القنابل إلى حكومة نيتنياهو هذا يأتي بعد عاجل منذ قليل قرآنه وهو تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي في رسالة إلى بايدن قلقون من تقارير حول تعليق شحنات أسلحة إلى إسرائيل عود إليك أستاذ جورج يعني نصائح غربية جولات أوروبية فرنسية هنا أقصد تحديدا إلى لبنان لكي يكون الحل الدبلوماسي أعلى من الحرب هل يأخذ حزب الله هذا السؤال مطروح دائما هل يأخذ حزب الله بهذه النصائح ويجنب لبنان حربا لا يريد أن يدخل بها أصلا من الأساس ولماذا يرفض فعلا هذه النصائح عزيزي المشكلة أنه ليست قضية نصائح هناك مشاريع يتم تبادلها بشكل حصري بين قيادة السناء الشيع وبعض الوسطاء المبادرة الفرنسية في حال الترنح خطيرة جاءنا وزير خارجية فرنسا نهاية نيسان الماضي وقال لنا هناك ورقة جديدة سيطرحها تبين أنها كانت في إسرائيل إبان وجوده في بيروت وهي تحمل بعض الملاحظات التي تلقاها الرئيس الفرنسي في لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال وقائد الجيش العماد جوزيف عون في 19 أبريل الماضي لكن الجواب الإسرائيلي وصل إلى الجانب الفرنسي وكان سيد سيجورني وزير خارجية فرنسا قد وصل إلى تل أبيب فاضطر الفرنسيون لردوا لنا الورقة القديمة يعني المبادرة الفرنسية التي مننا للفرنسيون النفس بها وانتظر اللبنانيون تعديلات أساسية قال الجانب الفرنسي أنه سيأخذ برأي الجانب اللبناني بها جاءت الورقة خالية من هذه الاقتراحات فكان الرد اللبناني شبيها بالرد الذي رفعه إلى الجانب الفرنسي في 15 أيار أدار الماضي لا جديد بشأن المبادرة الفرنسية هناك قلق من سقوط هذه المبادرة هناك انزعاج فرنسي من الرد الإسرائيلي الذي رفض كل الاختراحات اللبنانية الخاصة بمنطقة 1701 وقالية التطبيق الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يرفض البحث بموضوع البيوان وهي النقطة الأخطر بشأن الترسيم البري لما لها من العكاسات على الترسيم البحري لجاهة النقورة ولا يريد الإسرائيلي أن يناقش الوضع في مزارع شبعة وأكفرشوبة لذلك كل الطروحات التي حملها الفرنسيون حتى اليوم غير مؤاتية لأن تفتح صغرة في هذا الجدار السميك بشأن المفاوضة لذلك كل شيء مجمد نحن بانتظار نعي المبادرة الفرنسية وإن ننعال سيكون لبنان بانتظار التحرك الأمريكي أو أي تحرك من أي عاصمة أخرى غير العاصمة الفرنسية بأقل من دقيقة إن سمحت لي سيد جورج لأن كل العراق اليوم لا يعني لبنان هل يمكن فعلا أن حزب الله يريد أن يفاوض الأمريكيين أكثر من الفرنسيين حتى يكون مربحا له أكثر مثلا؟ بالطبيعي طبيعي عزيزي طبيعي سؤالك يحمل جوابا واضحا السؤال يحمل جوابا واضحا الجانب الأمريكي اليوم مقتنع من أي مرحلة سابقة مع ما يطرحه الثناء الشيعي وحزب الله يعني عندما نقول حزب الله يعني الرئيس نبيه بره حزب الله أوكل شأن المفاوضات إلى الرئيس بره كما قال لي أحدهم اليوم بكل اللغات التي يتقنها الرئيس بره ومع كل الوسطاء الذين يزورون لبنان عزيزي في لبنان ليس هناك حكومة ولا وزارة خارجية ولا رئيس جمهورية هناك سنائي يتحكم باللعبة يتحكم بالردود رئيس الحكومة يتلقى الورقة الفرنسية فيحفظها في أحد جواريره وينتظر رأي الرئيس بره وانا هنا السؤال يا أستجورج الكثيرون يسألون أين تقف حكومة تصريف الأعمال من هذه التحذيرات ومن هذه من مخبة دخول لبنان في حرب جديدة مع إسرائيل وتوسعة هذه الحرب على كل الأحوال عذرني جدا على ضيق الوقت كل الاحترام والشكر لك الأستاذ جورج شاهين الكاتب الصحفي من بيروت عذرني جدا على ضيق الوقت عزيزي شكرا أعلنت المفوضية العلية للمستقلة للانتخابات إيقاف أنشطتها المتعلقة بانتخابات برلمان إقليم كردستان بعد إصدار البحكمة الاتحادية أمرا بإيقاف تنفيذ المصادق على قوائم المرشحين نتيجة طعن مقدم من رئيس وزراء الإقليم مسرور برزاني وقالت المفوضية أن نشاطها سيبقى معلقا لحين حسم الدعوة ومشيرا إلى أن مجلس المفوضين الحالي ينتهي عمله في السابع من شهر يوليو المقبل كما لفت المسؤول إلى أنه في حال أجلت انتخابات برلمان الإقليم فهذا يعني إما تجديد الولاية لمجلس المفوضين الحالي أو اختيار مجلس جديد تأجيل الانتخابات لبرلمان إقليم كردستان المزمع إجراؤها في العاشر من حزيران يونيو القادم بات أمرا متوقعا وذلك بعد صدور الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا والمتضمن إيقاف تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لبرلمان إقليم كردستان إلى حين النظر بالدعوة المقدمة من قبل مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم إضافة إلى وظيفته الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني يراهن على حسم الدعوة من قبل المحكمة الاتحادية في أقرب وقت ممكن من أجل المضي في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نحن في الاتحاد نراهن على أن يتنبيع جال حسم هذا الموضوع حتى تجري الانتخابات في أقرب وقت ممكن رئيس إقليم كردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني قال في مؤتمر صحفي إنه يريد انتخابات خالية من المشاكل وتدعو إلى التوحد وليس إلى مزيد من التفرقة حسب قوله لا يمكن أن تكون هناك انتخابات تساهم مزيد من التفرقة وظيفتي وسلطتي كرئيس الإقليم وواجبي يحتم علي حماية مصلحة إقليم كردستان مراقبون وصفوا أمر المحكمة الاتحادية بأنه علق إجراءات مفوضية الانتخابات بسبب عدم توزيع المقاعد بشكل يتناسب مع العدد الكلي لسكان محافظات الإقليم أعتقد أن الأمر الولاء الذي صدر هذا اليوم من المحكمة هو سيؤثر بشكل كبير على إجراء الانتخابات في موعدها في عشرة ستة وربما يضع هذا الموعد شبه مستحيل في ظل الأجواء الحالية بضعة أيام فقط على موعد انطلاق الحملات الانتخابية لسباق برلمان الإقليم ونحو الشهرين على انتهاء عمر مفوضية الانتخابات في العراق ومباحثات الفرقاء السياسيين العراقيين في الاتفاق على تشكيل مفوضية جديدة قد تستغرق وقتا طويلا وبالتالي ربما يبقى الحال على ما هو عليه في إقليم كردستان من دون انتخابات حتى نهاية هذا العام من أربيل أحمد الحمداني الحدث مشاهدين نذكر بهذا العجل الذي ظهر قبل قليل على شاشتنا وفقا لأمري البريطانية تلقينا معلومات عن رؤية نشاط لطائرة مسيرة على بعد 58 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن مشاهدين أعود وألقاكم بعد دقائق قليلة لفتح ملفات أخرى في ساعتنا الثانية من هذه الجولة إلى اللقاء نحن في أزمة حقيقية في ليبيا هم لا يريدون انتخابات لا يريدون للشعب الليبي أن ينتقب رئيس هل يستطيع فرقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وصي جمود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع هل فوجهت باستقالة باتيلة؟ أم كان هذا الأمر متوقع عنه؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفتن الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية لماذا يفشل الجميع في حال الملف الليبي؟ ولماذا يهرب الجميع؟ ترجمة نانسي قنقر نسعى دائما لرصد الحداد أعرف الأخبار وتابع الحداد نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى عن الغذاء والرعاية الطبية فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايف والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء والحكايات تختزل بين الصمود والرعاية الطبية لا يوجد الصمود والرعاية الطبية هي الصمود والرعاية الطبية كيف نحن نعيش؟ كيف نعيش؟ كيف نعيش؟ كيف نعيش؟ كيف نعيش؟ اشتركوا في القناة القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاما لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما يمدغي قوله أو تصويره بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروع عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامها فمبدأ التوازن هو المعيار والمصادر موفوقة هي المرجاء ترجمة نانسي قنقر مصر تقول أن محادثات وقف النار في غزة تجري وسط توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية البرهان يتفقد الخطوط الأمامية بولاية نهر النيل ويؤكد أنه لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف للقتال إلا بعد تحر التمرد ثمانية واربعون حزبا وحركة وقعوا في في القاهرة على ميثاق السودان لفترة انتقالية جديدة وحوار وطنية الحدث تكشف تفاصيل مخيفة حول اختطاف مافيا تايلندية لشبان مغاربة والسلطات المغربية تتحرك الداخلية المصرية تجري التحقيقات الموسعة في إطلاق نار أودى بحياة رجل أعمال كندي يهودي في الإسكندرية مرحبا بكم مشاهدين الكرام في ساعتنا الثانية من جولتنا الإخبارية هذه حيث حذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن كمية الوقود في مستشفيات جنوبي قطاع غزة تكفي لثلاثة أيام فقط الوقود الذي كنا نتوقع السماح بدخوله إلى قطاع غزة اليوم لم يسمح له بالدخول وهذا يعني أنه ليس لدينا سوى ما يكفي من الوقود لتشغيل الخدمات الصحية في الجنوب لمدة ثلاثة أيام أخرى وقد قامت منظمة الصحة العالمية بتخزين بعض الإمدادات مسبقا في غزة ولكن دون تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة لا يمكننا الحفاظ على دعمنا الذي ينقذ حياة الكثير في المستشفيات رصد مراسل الحدث في مدينة غزة عملية انتشال الجثث من مقابر جماعية في ساحة مستشفى الشفاء حيث كانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أعدمتهم ودفنتهم في تلك المقابر من هنا من داخل مجمع الشفاء الطبي لا زالت الجهود متواصلة وعمليات البحث متواصلة على جثمين الضحايا الذين سقطوا خلال الاجتياح والتوغل العسكر الإسرائيلي الأخير لمجمع الشفاء الطبي المواطنون وأيضا رجال الدفاع المدني ورجال الإسعاف والخدمات الطبية أثناء بحثهم وعمليات أيضا البحث المتواصلة تم انتشال العشرات من جثمين الشهداء والضحايا من داخل قبر جماعي في داخل ساحة مستشفى الشفاء لعلكم تشاهدون بعض جثمين هذه الضحايا الذين تم العثور عليهم من قبل رجال الدفاع المدني وأيضا من قبل رجال الإسعاف ولا زالت هذه العمليات متواصلة عمليات البحث في كل لحظة يتم العثور على جثمين للضحايا وأيضا جثث الضحايا وهم بأعمار مختلفة ولفئات مختلفة من المواطنين الذين كانوا بعضهم من النازحين وبعضهم من المرضى والجرحى والذين وجدوا في هذا القبر الجماعي على الأقل تم انتشال يوم أمس نحو ثلاثين من الضحايا وهذا اليوم حتى هذه اللحظة تم انتشال نحو 15 من الضحايا الذين هم بفئات عمرية مختلفة وهذه الجثمين هي متحللة ومتعفنة بفعل وجودها في قبر جماعي واحد بعضهم كان من المرضى ومن الجرحى ومن المصابين داخل مجمع الشفاء الطبي لقناتين العربية والحدث خضر الزغنون غزة أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد القوى البحرية تابع لحماس أحمد علي في غارة إسرائيلية على غزة نسقها الجيش والشباك معا وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخي أدرعي في بيان إن أحمد علي قاد إنشطة ضد إسرائيل وهجمات ضد القوات العاملة في القطاع كما عمل في الأسابيع الأخير على تعزيز الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي في ممر نيتساريم وسط القطاع ما نقوم به هو انتشار عدد من الشهداء المتحللة الجثة المتحللة غير معروفة نهائيا وذلك لوجود جثة ليس لها رؤوس وجثة معفرة ومتحللة من شدة التعذيب ومن شدة ما قامت به قوات الاحتلال من ارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق المواطنين اليوم طبعا تم إخراج عشرات جيسة من هذا المكان الجامعة الشفاء الطبي الجيسة هي عبارة عن جيسة لأطفال ونساء ورجال وأغلبهم مرضى مكانية قبل أسر المرض وكانوا مرضى في المستشفى ومنع عنهم العلاج ومنع عنهم العناية الطبية ومن ثم تم استشهادهم أو تم تصفيتهم وتم دفنهم بشكل جماعي المجمع الشفاء الطبي من مساحة واسعة وكل زاوية توجد فيها مقبضة جماعية طبعا كان الفحر حفرة كبيرة ومن ثم وضع الجثة بشكل جماعي وإذن مشاهدين قبل أن ننتقل إلى رفح ومراسلنا أسامة الكحلوت من هناك هناك بايدن في خبر أو في بيان جديد إذن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إذا دخلت إسرائيل رفح فلن أزودها بالأسلحة المستخدمة تاريخيا للتعامل مع هذه المشكلة إذن الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح جديد ولافت قال فيه إذا دخلت إسرائيل رفح فلن أزودها بالأسلحة المستخدمة تاريخيا للتعامل مع هذه المشكلة إذن سنتابع بالطبع آخر التفاصيل والتطورات فيما يتعلق بهذا الأمر وفي عاجل آخر أيضا للرئيس الأمريكي جو بايدن لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية إلى إسرائيل سنتابع إذن هذا الأمر في سياق هذه النشرة أعود الآن إلى شبكة مراسلين من رفح بجنوب قطاع غزة معنا مراسل الحدث أسامة الكحلوت هاتفيا ومن العريش معنا مراسل الحدث أحمد عثمان مرحبا بكما أبدأ معك أسامة آخر التطورات تضعنا في الصورة الحالية في رفح تحديدا نعم بالإمكان الحديث على أنه إعلاميا الجيش الإسرائيلي قال أنه سيشتاح ويوسع العملية البرية باتجاه المنطقة الشرقية شرق مدينة رفح في أقصى منطقة جنوب قطاع غزة ولكن ضمنيا وعسكريا ما نراه هو أن الجيش الإسرائيلي يشن عملياته على كل منطقة في مدينة رفح خاصة المنطقة الغربية يعني منذ ساعات ظهور هذا اليوم حتى هذه اللحظة المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن قصف كل المنطقة الغربية من منطقة شارع صلاح الدين ومحيط معبر رفح البرية وبالتالي هناك حالة نزوح كبيرة للسكان من هذه المنطقة تجنبا لوصول هذه القذائف إلى منازلهم واستهدافهم نقل إلى مستشفى الكويت في المنطقة الغربية لمدينة رفح عدد كبير من الإصابات والضحايا بعد استهدافهم خلال عملية النزوح من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية في مدينة رفح نتحدث هنا على عملية النزوح أصبحت في المناطق التي أدرجها الجيش على أنها منطقة آمنة حتى هذه اللحظة ولكن كثافة النيران في هذه المنطقة واستهدافات المتواصلة من الدبابات الإسرائيلية المحيطة في معبر رفح البرية دفعت السكان إلى أخلاء منازلهم وتودعهم إلى منطقة غرب مدينة رفح النزوح كان في بداية الحرب من الشمال إلى الجنوب ولكن الآن حاصرهم في المنطقة الغربية من الشرق إلى الغرب ومن ثم محاصرة كل سكان قطاع غزة في منطقة مواصي خانونس وصورا إلى منطقة غرب مدينة دربلح اليوم كان هناك عدد كبير من استهدافات الإسرائيلية سواء بالمدفعية الإسرائيلية ومن خلال الطيران الحرب الإسرائيل الذي استهدف عدة منازل في المنطقة الغربية وفي وسط مدينة رفح أيضا القذائف المدفعية استهدفت وسط مدينة رفح في منطقة دوار النجم تحديدا واستهداف الطوابق العليا في الأبراج والمباني العالية وسط مدينة رفح والشضايا وصلت إلى منطقة محيط مستشفى الكويتي حيث يتوجد الطواقم الصخفية والطواقم الطبية في هذه المنطقة نتحدث هنا على الشضايا وصلت إلى كل منازل محيطة في أماكن السيداء في نقل المستشفى الكويتي 25 إصابة من الأبصال غلبيتهم ويجل التعامل مع عدد كبير من الإصابة سأعود إليك أسامة للحديث أكثر عن الوضع الصحي الحالي الآن في الرفح وفي القطاع بشكل عام لكن اسمح لي أن أنوه بهذا العاجل والذي يأتي تباعا لما قاله بايدن منذ قليل إذن بايدن لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت تلك المراكز السكانية أي في رفح ويقول بأن القنابل التي قدمتها أمريكا إلى إسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين إذن الرئيس الأمريكي في تصريحات لافتة القنابل التي قدمتها أمريكا إلى إسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين سنتابع كما ذكرت منذ قليل هذه التطورات في نشرتنا الحالية معي الآن وأرحب بك مجددا أحمد عثمان تضعنا في صورة الوضع مع إغلاق معبر رفح المستمر أثناء هذه العملية العسكرية الإسرائيلية نعم أهلا بك بداية المشهد الميداني من شمال سيناء وتحديدا من معبري رفح وكرم أبو سالم حيث أن الإغلاق مستمر في المعبري المعبر رفح مغلق منذ الاجتياح معبر كرم أبو سالم أعلن صباح اليوم بأنه سيستأنف فتحه لدخول المساعدات ولكن تم الإعلان بأن ما تم السماح بدخوله فقط هي شاحنة وقود تابع للأنروا ومن ثم تم الإعلان أنه مستمر في الإغلاق وهو ما نعكس بزيادة مشاهد تكدس الشاحنات في مدينة العريش في مدينة رفح في مدينة الشيخ زويد هذه المنطقة الكبيرة التي تشهد تكدسا كبيرا وكثيرا للشاحنات التي تحمل مواد غذائية وتحمل مواد إيوائية ومستلزمات طبية كل هذه الأمور يعني تعكس أو تطرح تساؤلا حول مستقبل مشهد المساعدات هذا في جزء جزء آخر يتعلق بفكرة أن الإغلاق في معبر رفح معناه أن هناك توقف تام تم فيما يتعلق بحركة المسافرين القادمين من قطاع غزة وأكثرهم من الجرحى والمصابين الذي كان يتم استقبالهم من معبر رفح من خلال سيرات الإسعاف وتوجيههم إلى المستشفيات المصرية سواء مستشفى العريش في شمال سيناء أو بعض الحالات الخطرة وبالتالي هناك تساؤلات حول مصير المعبرين على ضوء التصريحات هذا فيما يتعلق بالمشهد الإنساني أو المتعلق بمشهد المعبرين فيما يتعلق بالمشهد السياسي هناك تتجه الأنظار دائما إلى القاهرة حيث التصريحات التي تخرج تباعا والتي تؤكد بأن مصر حريصة على استمرار هذه المفاوضات بأن يجب أن كان هناك تحذيرا من خطورة وقف المصار التفاوضي وخطورة انهيار هذا المصار كل هذه الأمور يتم بحثها بصير من خلال رؤيتين رؤية ما يحدث بيدانيا في معبر رفع في شمال سيناء وما يتم متابعته سياسيا من خلال اجتماعات القاهرة التي تؤكد مصر أنها حريصة عليها وعلى عدم انهيارها وأن المشاورات مستمرة وآخر هذه التصريحات التي تؤكد بأن هناك جهود قد بزلت وأن هناك بعض البنود الخلافية التي يتم احتواؤها خلال ساعات المشاورات الماضية نعم أحمد جزيلة شكر لك على كل هذه المعلومات والإضاحات إذن أحمد عثمان مراسل الحدث كنت معنا من العريش المصرية أعود إلى أسامة الكحلوت أسامة كنت قد تحدثت معك فيما يتعلق به الوضع الطبي الصحي في رفح ومع تحذيرات منظمة الصحة العالمية بأن الوقود قد لا يكفي لهذه المستشفيات لمدة ثلاثة أيام تضعنا بالصورة بما يتعلق بهذا الأمر أسامة نعم غلاق معبر كرم أبو سلم لا ينعكس فقط على القطاع الطبي بل ينعكس على كل سكان قطاع غزة نتحدث على معبر هو المنفذ والشريان الوحيد لكل سكان قطاع غزة حتى وإن كان هناك في منطقة الشمال منطقة محاصرة لكن الكم الأكبر من الكتة البشرية الهائلة في منطقة جنوب قطاع غزة قبل إغلاق هذا المعبر كان يدخل إلى قطاع غزة ما يقارب من ما إلى ماتين شاحنة مساعدات وأدوية ومياه ومواد غذائية ومواد إغاثية كل هذه المواد كانت تدخل إلى قطاع غزة عبر هذا المعبر ويتم تفتيشها من الجانب الإسرائيلي وإن ثم تدخل إلى قطاع غزة إلى مخازن منظمات أممية عاملة في قطاع غزة ومنظمات وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا مخازن تابع لجميع جزال الأحمر الفلسطيني ولكن رغم دخول ما يقارب من 200 شاحنة يوميا كانت هناك مطالبات أممية من المكتب الإعلامي الحكومي بذغت على إسرائيل من أجل إدخال ألف شاحنة يوميا من أجل أن تسد رمق العائلات النازحة في مناطق جنوب قطاع غزة لأن ما يصل من مساعدات إلى النازحين داخل مدارس اللواء بالكاد تكفي للأسبوع في بعض الأوقات كان يصل العائلة الواحدة طرد غذاء واحد لمدة أسبوع كامل وفي بعض العائلات كان يصلها طرد غذاء لمدة أسبوعين كاملين ولكن الآن انقطع هذا الشريان خاصة وأن كل سكان قطاع غزة كانوا بحاجة إلى كل حاجة من هذه المساعدات ولكن الآن هذه الحاجة توقفت وهذه المساعدة انقطعت وهذا المعبر أغلق ولن يدخل أي شيء إلى قطاع غزة حتى للقطاع الطبي الآن كان يدخل هذه المساعدات حتى وإن كانت للقطاع الطبي كان يتم توزيعها يوما بيوم على كل المستشفيات على كل مدارس اللواء على كل مراكز الطبية من أجل تستخدامها في علاج المصابين والجرحة أو توزيعها على النازحين داخل مدارة رواء الآن توقفت كل هذه المساعدات من اليوم الرابع على التوالي المعبر كرم ووسالم التجاري مغلق ويوم أمس كان هناك حديث من الإدارة الأمريكية على فتح معبر كرم ووسالم التجاري من أجل دخال الوقود ومن ثم الجيش الإسرائيلي أعلن صباح هذا اليوم على أنه سيتم فتح المعبر من أجل دخال الوقود ولكن بعد ساعات طويلة من الانتظار أمام الممر الواصل إلى منطقة معبر كرم ووسالم التجاري لم يتم إدخال ولا أي شاحنة وقود إلى قطاع غزة وبالتالي كان هناك تصريحات رسمية من وزارة الصحة على أن الكميات الموجودة داخل قطاع غزة من الوقود تكفي فقط لثلاثة أيام مقبلة وفي حال لم يتم افتتاح وفتح المعبر أمام الوقود وإدخال إلى قطاع غزة ستحل كارثة في القطاع الطبي وسيتوقف المولدات العاملة في قطاع غزة وهذه كارثة إذا لم يتم فتح المعبر خلال الساعات القادمة وليس الأيام القادمة ربما الساعات القادمة ستحمل أخبار كثيرة خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي اللافتة أن صح التعبير شكرا لك أسامة حتى اللحظة أسامة الكحلوت من رفح مراسل الحدث وقعت خمسون من القوى السياسية والحركات المسلحة والقوى المجتمعية والمدنية السودانية في العاصمة القاهرة وقعت على ميثاق يرسم رؤية للفترة التأسيسية الانتقالية الميثاق يرتكز على الحد الأدنى من التوافق الوطني والحوار دون إقصاء أي طرف مع ضرورة بقاء القوى الخارجية السعي لحل الأزمة السودانية على مسافة واحدة من الجميع وقال ياسر فتحي مساعد رئيس حزب الأمة أن هدف الوثيقة هو توحيد السودانيين ووضع إطار لإدارة المرحلة مرحلة ما بعد الحرب مؤكدا أن الوثيقة تتهدف أيضا إلى حشد الجهود الشعبية لدعم الجيش في معركته ضد ما وصفه بعدوان قوات الدعم السريع على الشعب والدولة وفقا لتعبيره الغوء المشاركة هي طبعا نظمة هو حوالي 49 تنظيم إلى الآن والمجال السواء مفتوح يعني نحن حتى اليوم في منذ بداية الاحتفال يعني نضموا لنا برضو بعض التنظيمات ففي يعني زيادة ولكن باختصار هي تضم حزاب سياسية وحركات مسلحة وكذلك منظمات المجتمع المدني وإدارة أهلية أما البنودين نتوافقنا على اللقاط الرئيسية بالنسبة لأنه نحن كل نوع بين الصفة وراء الجيش قوات المسلحة حساس أنه لحد ما نطلعنا من الأزمة تحت الحرب دي والحاجة الثانية نحن زي ما بتلك اتفقنا على حقاية أنه ندير حوار سوداني سوداني شامل يضم كل الفئات المجتمعية والسياسية وحركات الكفاحة المسلحة إخراجات هذا المؤتمر معبرة جدا عن ما يجيش في دواخل الشعب السوداني من عملية تراضي ومن عملية سعي إلى توحيد الأمة السودانية ومن عملية ضد المحاولات التي تزعى إلى إجهاد الدولة السودانية وتدميرها ولذلك جاء هذا المؤتمر عبارة عن وسيقة مكتملة تحاور الناس فيها وتداوروا وتشاوروا في كثير من الأمور التي تهم الشعب السوداني تحاور سوداني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ان هجرها الالاف من المواطنين الحدث انتقلت الى عمق حي بانت في جنوب امدرمان ورصدت من داخل سوق المنطقة ملامح الحياة التي بدأت في التشكل من جديد نحن الان في منطقة جنوب امدرمان تحديدا في حي بانت هذا الحي ظل مسرحا لعمليات عسكرية مستمرة بين الجيش والدعم السريخ خلال الاشهر الماضية نصل الى هذه المنطقة الان لنتعرف على احوال المواطنين بعض الظروف القاسية التي عايشها واشهر المغرنة ومعدوم ما بين الان والشهرين الفاتوا يعني الشهرين الفاتوا يعني الناس كانت في ضيق صراحة يعني والمعيشة كانت في منتهى القسوة لكن الناس بحمد الله صبرت وجاء اليسر جاء اليسر قولت حق في قواتنا قوات الشعب المسلحة مطلوب قعربة موية القعربة الموية مطلوبة زهرة آدم فضل هي باعت خضروات داخل سوق بانة جنوبي مدينة مدرمان آثرت ان تعود لممارسة هذه المهنة بعض الظروف قاسية زهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله رجحت ايه رجحت ظروف الرجعة كانت كيف احكي الينا جاءت الراحية كويسة لما نجينا الشارع فتحت جينا اول في الركشة نجيو الوضابيك غالي علينا رجحت اشتريت الركشة بقين نجيب الخضار نبيه بس حاجة مصاريف كده نشو عدر غالي لكن نجي نجا نوم مشي الناس عايب صغرين عامنين حس الحمد لله ما في حاجة ولا فيه ضعنات ولا فيه شيش حس جماندي ويس عامن والشعر النظيف الحمد لله كيف ما شاء الله شايف في طماطن في جر جير في بيع في شيرة في بيع عشرة لكن بس وده غالي لكن في مشترو طوان انا قاعدت ما تغيرت ولا تحركت من المهل ده في القفلة قاعدين الحمد لله بخيره والأمور ماشا كويسا يعني أول كان ما في أي بضاء وإي حاجة قاعدين بكم درمان هنا في بانت والحمد لله وماشي الحال ووضع عسيبيه أفضل وأحسن يعني اللحم بيقى من زوانة كان بـ 28 ناس بيقى بـ 12 ألف والخضار والدنيا والحياة كلها ماشا يقول للناس اطلعت كلها ترجع ما في حاية بانت أمان أمان ما فيش يعني ما بقول عنه مزور بالتاني ما صاحب حياة لكن أنه الناس سرجع يعني ما فيش الحمد لله الجيش مطوب من كراري لي بانتنا ما فيش حالة الأمان النسبي والاستقرار الذي فرضه الجيش السوداني في منطقة جنوب أمدرمان دفع حيدر والكثير من المواطنين لاستئناف رحلة العودة إلى ديار غادروها مجبرين بسبب الحرب نزار البكداوي لقناتي العربية والحدث من منطقة بانت جنوب أمدرمان فاصل قصير ونواصل من بعده الداخلية المصرية تجري تحقيقات موسعة في إطلاق نار أودى بحيات رجل أعمال كندي يهودي في الإسكندرية خلف عنوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحياة نرسل لكم القضايا المحلية الحدث منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة نترك أشياء من أجل أشياء أخرى نحاول جاهدين أن ندرك أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم إلى حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف لقالما كانت الأمليات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي قال ما ننتظره أن يتغير مرحبا مجددا أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا سقوط إصابات في صفوف المدنيين إثر اجتباكات في مدينة الجميل الغربي البلاد وأدنت المؤسسة الحقوقية اندلاع اجتباكات وأعمال عنف بين فصائل مسلحة قادمة من مدينة الزاوية وهل الجميل مضيفة أن الاجتباكات تسببت أيضا بإحراق عدد من السيرات والقطاع الدراسة والدخول في عصيان المدني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من أمس أوضحت المؤسسة الحقوقية أن الاجتباكات وقعت بين أهل الجميل وتشكيلات مسلحة تفرض سيطرتها على مناطق وبلدات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطين ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والاجتباكات المسلحة بمدينة الجميل وضواحيها مشاهدين أن نذكر بهذه العواجل التي تظهر تباعا على شاشتنا إذن بعد تصريحات بايدن الأخيرة القناة الثاني عشر الإسرائيلية تصريح بايدن بمثابة هزة أرضية حقيقية للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية إذن القناة الثاني عشر الإسرائيلية تقول بأن تصريح بايدن الأخير يعد بمثابة هزة أرضية حقيقة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية بايدن نذكر بما قاله للتو قال إنه يأسف لمقتل مدنيين في غزة بقنابل أمريكية الصنع وهدد أيضا في تصريحاته بوقف بعض شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل إذا اجتاحت الأخيرة رفح وقال أيضا بايدن لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح وأيضا في تصريحات الأخيرة يقول بأن القنابل التي قدمتها أمريكا إلى إسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين نكمل مشاهدين في هذه الجولة الإخبارية حيث الفوضى الأمنية لا تزال هي العنوان الأبرز في مناطق الغرب الليبي وفق ما توثقه تقارير حقوقية وإعلامية في ظل عمليات اقتتال متكررة بين الفصائل المسلحة والاتهامات لهذه الفصائل بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين أعلنت السلطات التونسية ملاحقة الرئيس تونسي الأسبق المنصف المرزوقي وفتح تحقيق بحقه وقالت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس أنه أذن بفتح تحقيق الند المرزوقي أو المرزوقي بتهمة التهجم على مؤسسات الدولة والتشهير بالقضاط وكان المرزوقي تحجم في ندوة صحفية خارج البلاد على مؤسسات الدولة وجملة من القضاء المباشرين وأشرت التقارير إلى أنه من بين القضاء ثلة من القضاء المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كاشفة أنه تشهير بأسماء القضاء وصفاتهم يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم أحبط محقق مكافحة التجسس وجهاز الأمن الأوكراني محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني ورئيس مديرية المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن ومسؤولين آخرين سياسيين وعسكريين كبار في الدولة من قبل شبكة عملاء يعملون لمصلحة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وفقا لما أعلنت السلطات الأوكرانية تفاصيل أوفى في هذا التقرير أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية عن إحباط وتوقيف ضابطي أمن في جهاز أمن المسؤولين الحكوميين بردبة عقيد لم يتم الكشف عنه يتيهما بشكل كامل على الرغم من نشر اعتراف مصور من أحد الضباط تم التشويش على صورته بهذا الشكل الذي تشاهدونه كان يعدان لاغتيال الرئيس زيلانسكي ورئيس مديرية المخابرات العامة كيريل بودانف ورئيس جهاز الأمن فاسيلي مالوك ومسؤولين كبار آخرين بناء على أوامر موسكو كما تقول السلطات الأوكرانية وقالت الأجهزة الأمنية في بيان وعلى لسان المتحدث باسم جهاز الأمن الأوكراني أرتوم ديكترينكا أن هذه الشبكة وعددهم خمسة ضباط يعملون تحت إشراف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وعملوا على نقل معلومات سرية إلى روسيا وتم نشر محادثات تمت بينهم وبين الضباط المسؤولين عنهم في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بحسب أرتوم ديكترينكا اعتمد المخطط على تجنيد عسكريين مقربين من جهاز أمن الرئيس زيلينسكي بهدف احتجازه كرهينة ثم اغتياله أما خطة اغتيال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي مالوك فكان من المخطط أن تتم بضربة صاروخية ثم ضربة من قبل أحد العملاء من منطقة قريبة بمسيرة لضمان إكمال المهمة ثم ضربة أخرى لمسح آثار العميل منفذ المهمة وكانت السلطات قد نشرت صورا للمسيرات والمتفجرات التي حصل عليها العملاء الذين تم توقفهم ويواجهون تهم خيانة الدولة والتحضير لعمل إرهابي في تداعيات قضية مقتل رجل الأعمال الكندي الجنسية واليهودي الديانة في محافظة الإسكندرية شمال مصر كشفت معلومات جديدة للحدثة أن القتيل من أصل أوكراني ومن أشد المتعاطفين مع إسرائيل وقد زار تل أبي مرات عدة كسائح ورجل الأعمال في العام 2015 وتردد عليها كثيرا في سنوات عديدة بعد ذلك كما أكدت المعلومات أن القتيل يمتلك ثلاث شركات لتصدير الخضروات والفواكه لها فروع في مصر وأوكرانيا والبرازيل برأس مال يقارب الستين مليون دولار كما أضافت المعلومات أن القتيل افتتح مصنعا للشركة في محافظة البحيرة ومكتبا إداريا لها في الإسكندرية لوجود موانئ لتصدير بضائع وكانت الداخلية المصرية قالت في وقت سابق أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حول الحادث وتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف ملابساته في حين أكدت الخارجية الإسرائيلية أن سفرتها بالقاهرة على اتصال بالسلطات المحلية التي تحقق في ملابسات الحادث أناقش هذا الموضوع ونعرف المزيد من التفاصيل مع ضيفي من القاهرة الصحفي محمود سعد الدين أستاذ محمود مرحبا بك أي معلومات جديدة طرحت حول هذه القضية العنوان الأهم حول هذه القضية أن هذا الحادث جنائي وليس سياسي نؤكد على هذا العنوان لأن وفق البيان الصادر من وزارة الداخلية المصرية أن هذا الحادث جنائي وليس سياسي الحقيقة التأكيد على فكرة الجنائية في هذا الحادث هو أمر يحسم المزيد من الجدل والروايات الغير صادقة التي ترددت بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية المعلومات الأخرى التي تتردد بشكل كبير وبقوة أن هذا الرجل كان يعيش بأورية كاملة داخل الأراضي المصرية منذ سنوات طويلة ويمارس عمله كرجل أعمال له العديد من الفروق والشركات المختلفة داخل عدد من الدول وأن هذا الرجل يمتلك عدد من المخازن المختلفة داخل الأراضي المصرية ويصدر المواد الغذائية وتحديدا الخضروات إلى الخارج إضافة إلى ذلك أيضا وفق المعلومات الرسمية التي صدرت من وزارة الداخلية المصرية أن فريق عمل موسع مشكل من عدد من الأوجه داخل وزارة الداخلية المصرية تعمل بشكل جاد على مدار الساعة وعلى مدار الساعة القليلة الماضية للوصول إلى مرتكبي هذا الحادث وتقدمهم بالمحاكمة العاجلة في أقرب وقت وللتأكيد أيضا نود أن نشير أن وزارة الداخلية يعني ألم يتم القفض عليهم حتى الآن يا أستاذ محمود شديدة الحرص جاري وفق بيان وزارة الداخلية أنه جاري العمل على ضبط الجناة ومرتكبي الحادث وتقدمهم للعدالة ووفق هذا البيان نود التوضيح أنه وزارة الداخلية فور وصولها لأي معلومة ستعلنها للرأي العام المصري أو للرأي العام المحلي الذي يتابع هذه القضية عن كسب الأكيد أن هذا الرجل هو رجل أعمال يحمل الجنسية الكندية وللتأكيد على هذا الأمر أيضا عدد كبير من وسائل العلام المختلفة تناقلت خلال الساعات القليلة الماضية تصريحات من زوجة هذا الرجل أكدت على أنها أيضا تحمل الجنسية الكندية وبالتالي أن الأمر أو السفارة المختصة بالحديث أو بالتأكيد أو بالإفساح عن أي معلومات مختلفة تتعلق بهذا الرجل الذي كان يعيش داخل الأراضي المصرية لسنوات طويلة ماضية هي السفارة الكندية كل الملابسات المختلفة التي تتعلق بهذا الرجل نود تأكيد أن نستخدمها أو نحصل عليها من داخل المصادر الرسمية منعا لأي البلبلة ومنعا لأي معلومات تتردد أو قد تؤثر على أي أمور أخرى وضحت هذه الفكرة وضحت هذه الفكرة نعم نعم أستاذ محمود كيف يمكن قراءة ردود الأفعال حول الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل والذي قيل بأنه للحظة تنفيذ هذه العملية من قبل جماعة أسمت نفسها يعني طلائع التحرير محمد صلاح إلى الرجل أو إلى الشخص الذي نفذ عملية على الحدود المصرية الإسرائيلية في الصيف الماضي ما لدي من معلومات مؤكدة أن هذا الفيديو حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من حقيقته ولكن أن تعلم صديق العزيز أن المئات من الفيديوهات المختلفة التي تنتشر بكسافة شديدة على منصات التواصل الاجتماعي من السهل جدا فبراكة الفيديو أو صناعة الفيديو حتى إضافة عناصر بصرية مختلفة توحي للمشاهد أن هذا الفيديو تم تنفيذه في مكان أو يشير إلى شخص ما وبالتالي حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها مع حضرتك هذا الفيديو غير حقيقي وغير مؤكد ولم تخرج أي جهة رسمية داخل الأراضي المصرية أو تشير بأي كلمة لحقيقة هذا الفيديو حتى هذه اللحظة أما فيما يتعلق بالجماعة المنسوبة أو المزؤومة التي تعلن أنها وراء هذا الحادث فهذا الأمر حتى هذه اللحظة غير مؤكد وغير معلن وللتأكيد أن الدولة المصرية وأجهزة الأمن المصرية بتعمل بشكل موسع خلال السنوات القليلة الماضية على وقت أي جماعات إرهابية قد تنشأ أو نشأت في ظروف ماضية وفي أوقات ماضية ولنا أيضا أن نؤكد أنه خلال الثلاث سنوات الماضية لم نشهد أي عمليات إرهابية أو عمليات عدائية ضد الدولة المصرية أو ضد أي مواطنين يحملون جنسيات أخرى داخل الدولة المصرية بما يؤكد أن قبضت رجال الأمن على كل الجماعات الإرهابية التي قد تنشأ في ظروف ما وأن الأراضي المصرية خالية في هذه اللحظة من أي جماعات إرهابية لكن يجب أن نؤكد أيضا أن بعض الجماعات أو بعض العناصر المخربة التي تعمل من الخارج بتستغل هذه النوعية من الأحداث أو هذه النوعية من الأفعال بما بين قصين الصيد في الماء العكر فمتطلع بيان وتقول أن هذا البيان منسوب إلى جماعة X لتروج أو توحي أن هناك جماعة كبيرة وراء هذا العمل وأن هذا العمل أو هذا العمل العدائي ليس جنائي في المقام الأول وليس حادث إطلاق نار في المقام الأول أو لتشير إليه أو تصبغ صبغة سياسية أو صبغة أخرى تريد من خلالها اللعب في مناطق حارجة ومناطق حساسة ما نؤكد عليه أن هذا الحادث حادث جنائي ما نؤكد عليه أن وزارة الدخلية المصرية كانت عريصة من اللحظة الأولى على الإفساح عن كاملة المعلومات التي وردت إليها من كل أجهزة البحثة التي تعمل بشكل موسع شكرا لك الزميلة الصحفي محمود سعد الدين من القاهرة كنت معنا على كل هذه المعلومات والإضاحات كشفت مصادر الحدث عن معطيات جديدة وصادمة في قضية اختطاف مغاربة من قبل عصابة إجرامية في مئة مأرة لاستغلالهم في عمليات نصب واحتيال في شبكات الإنترنت تفاصيل أكثر مع الزميل محمود ألواوي هنا بالستوديو مرحبا محمود مرحبا بك بصير شكرا لك ما زالت قضية اختطاف مواطنين مغاربة من قبل عصابات إجرامية دولية بين تايلند ومينمار تتفاعل وتتصدر حديث الشارع المغربي مصادر الحدث تكشف معطيات جديدة عن القضية التي اختطف فيها مواطنون مغاربة بعد استدراجهم إلى تايلند بعقود عمل وهمية المصادر كشفت أولا مسار الرحلة التي يسلكها المتاجرون بالضحايا وهي رحلة تبدأ من المغرب إلى ماليزيا ثم إلى تايلند وبعدها يجري نقلهم جوا إلى الوجهة النهائية مدينة ماصوت مدينة معروفة بأنشطة غير قانونية ومشبوهة وتخضع المدينة إلى إدارة ميليشيات محلية مسلحة تستفيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة الحدودية بين مينمار وتايلند معلومات جديدة كشفتها مصادر الحدث تقول فيها أن عمليات التوظيف تمت في المغرب عبر وسطاء مغاربة يعملون مع شبكات إجرامية في مينمار ومهمتهم استقطاب الضحايا لاستغلالهم في عمليات نصب واحتيال في شبكات الإنترنت فبعد وصول الضحايا إلى النقطة الحدودية بين تايلند ومينمار يتم إجبارهم على العمل في شبكات متخصصة في أنشطة مجرمة قانونيا وكل هذا يتم بالتهديد والتعذيب أما عن عدد المختطفين وفقا لمصادر الحدث فهم 14 مواطنا مغربيا ولا يشمل هذا الرقم من استطاعوا تحرير أنفسهم والنجاة من معسكرات الاختطاف المعلومات الواردة إلينا تتحدث عن نجاة عدد من المغاربة من قبضة المافيا التايلندية خلال رحلة نقلهم إلى معسكرات الاختطاف كما تمكن بعضهم من مغادرة معسكرات الاحتجاز بعد أدائهم فدية مالية للخاطفين وتضيف المصادر أن سفارة المغرب في بانكوك تتابع القضية بتنصيق مع السلطات المحلية وتحركات تهدف لتحرير المواطنين المحتجزين فيما تواجه السلطات التايلندية صعوبات على الأرض بسبب هيمنة الجماعة المسلحة التي تسيطر على المكان الحدودي بين تايلند ومينمار تفر أخي يوم 18 أبريل المنصر إلى التايلون عندما وصل أخي إلى المطار وجد في انتظاره شخصا سائقا لديه معلومات أخي الكاملة صورته ومعلوماته كاملة جاء سائق آخر ليس السائق الأول ورفق أخي إلى المكان الذي يتوجد به الآن أخي الذي هو يعني محتجز فيه الذي يسمى بورما مينمار نعم إذن مثلما وصل أخي إلى ضفة نهر كما يسمونه حسب أقوال أخي يسمونه وجهنم وجد أخي عصابة متججة بالأسلحة في انتظاره المجموعة التي اختطفت أخي ومجموعة من الأشخاص الآخرين حسب ما قاله أخي فهناك ما لا يقل عن 158 مغربي بالإضافة إلى جنسية أخرى فهم الآن يطالبون بالفدية يعني الفدية 10 ملايين مغربية أو 10 ألف دولار أناقش وأيضا أتعرف على آخر التطورات فيما يتعلق بهذه القضية اللافتة من العاصمة المغربية الرباط معي الآن مراسل الحدث عادل الزبيري عادل مرحبا بك معنا آخر التطورات فيما يتعلق بهذه القضية العائلات المغربية التي تكتوي بنيران التهديدات اليومية من هذه في منطقة الحدودية في منطقة وادي جهنم بين مملكة تايلاند وميانمار العائلات المغربية التي تواصلت معها الحدث تعتدر عن عدم القدرة على التواصل مع الإعلام لأن العصابة تتواصل معها وتهددها بتصفية أبنائها جدا جرعة التعذيب بعد أن تمكنت هذه السيدة المغربية بكل جرعة من الحديث إذا الحدث وتحدث كبيرة من طرف هذه الإصابات الإجرامية وهي الآن تعاني من انهيار عصبي حاد يمكننا تخيل حالة العائلات المغربية على الجانب الرسمي الثلطات المغربية تكسف بحسب مصادر الحدث اتصالاتها وتحركاتها الميدانية لإنقاذ المغاربة العالقين هناك أيضا صعوبة في تحرك المؤسسة العسكرية الطيلندية لأن الميليشيات في ميانمار مسلحة بعتاد ثقيل يجعل أي تحرك ميداني صعبا وصعبا جدا وهذه المناطق تعرف ضعفا سياسيا على مستوى ميانمار ما يجعلها متقوية وتشتغل وفق منطق عرقي قبلي يجعلها متحكمة بشكل جيد في هذه المنطقة هناك أيضا إمكانية أن تنزل العائلات المغربية لأول مرة للاحتجاج في وقفة رمزية تطالب فيها من السلطات المغربية والطيلندية والسلطات ميانمار أن تتحرك لإقتحام هذا المعسكر المتخصص في تعديب المواطنين المغاربة وأيضا مواطنين من بلدان إفريقية مصادر الحدث تشير إلى وجود مواطنين أفارقة من بلدان إفريقيا الجنوب الصحراء وأيضا من بلدان مغاربية وأيضا من جمهورية مصر العربية أي أن هذه الشبكة نجحت في استقطاب واسع لمجموعة من المواطنين الأفارقة الذين غرر بهم بحسب مصادر الحدث كانوا يرغبون في الحصول على عقود عمل في التجارة الرقمية وتسويق الشبك وغيرهم من المصطلحات الحديثة المنثبتة بالتجارة الرقمية ولكنهم وقعوا في شباك شبكة متخصة تستغلهم الآن بالإكراف الاشتغال لأن لديهم خبرة في العملات الرقمية المشفرة وفي السباحة فيما يسمى بالعالم السفلي في الإنترنت أي الدارك نت وأيضا في النصب على متعاملين بهذه العملات المشفرة وأيضا هم يواصلون ضغوطهم على العائلات المغربية الحصول على الفدية ولكن لا بالدولار ولا بالدرهم المغربي فقط بالعملات الرقمية المشفرة كنا تحدثنا سابقا عن سرعة تحرك السلطات المغربية من المرتقب أيضا في الساعات المقبلة أن تظهر معطيات جديدة خصوصا إذا تمكنت السلطات المغربية من تكثيف الجهود مع السلطات تايلاند وهذه الجهود سأتحدث عنها بالتفصيل مع ضيفتنا من الدار البيضاء شكرا لك مراسل الحدث عادل الزبيري من العاصمة المغربية الرباط وأرحب من الدار البيضاء بعضو مجلس النواب المغربي الأستاذ فاطمة التامني السيادة النائب مرحبا بك معنا دائما على شاشة الحدث كيف يمكن أن نصف جهود الحكومة المغربية في التعاطي مع هذا الأمر طبعا بعدما قمتم بتحركاتكم وفقا لآخر المعلومات مساء الخير مساء الخير أنوه مجددا بالاهتمام الإعلامي بهذا الموضوع لأنه موضوع جديد بالمتابعة والمواكبة ويمكن أن يساهم في الدفع بتحرير هؤلاء الضحايا الجديد في الموضوع هو أنه لم يكن هناك تطورات أو مستجدات تدل على أن هناك تحرير هؤلاء الضحايا كل ما في الأمر هو أن هناك من تمكن من دفع الفيديا يعني ربما هذا هو المستجد في الموضوع من بين يعني وصار الضحايا هناك من تمكن من دفع الفيديا وتحرير العناصر يعني التي دفعت لها هذه الفيديا وكذلك وبعد مساءلة الحكومة لأن هذا دور البرلمان مساءلة الحكومة فيما يتعلق بالقضايا التي تتحمل فيها المسؤولية وكنت قد قدمت سؤالا في هذا الاتجاه لوزارة الحارجية وكان أيضا هناك اهتمام إعلامي واسع كما سبق وأن ذكرته ذلك سواء وطني أو دولي كان هناك توضيح من طرف وزارة شؤون خارجية والتعاول إفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وبتالي هذا التوضيح جاء فيه أن الوزارة تتابع عن كتاب الوضعية للمغاربة المحتجزين في ميانمار محتجزين من طرف شبكات إجرامية وبتالي هذا التوضيح يؤكد كل ما راجد كل ما جاء في تقريركم وكل ما كانت تتحدث عن وسائل الإعلام هذه الأيام منذ أن أخذنا علم بالإحتجاز كونهم تم إغراءهم يعني بعروض عمل وهمية وبعد ذلك وبعد ذلك المصار يعني الذي يمر عبر نقطة ماليزيا ثم تيلوند فميانمار يتم منقلهم جوا إلى الحدود مع ميانمار حيث يحتجزون من طرف عصابات وشبكات إجرامية وبالتالي الوضع هو أنه لحد الآن هؤلاء يعني فيما يتعلق بالمغاربة وهناك جنسيات أخرى ذهبوا يعني بغرض البحث عن عمل وضحت هذه الفكرة اسمحي لي أستاذ فاطمة وأنهم كانوا في وضعية الملعطف اللافت الآن والذي لربما سيكون يعني خطيرا في هذه القضية أن العصابات وفقا لما قاله زميلنا عادل مراسل الحدث أن العصابات تتواصل مع عائلات الضحايا أي عائلات الضحايا المغاربة لدرجة يعني أن الكثير من هذه العائلات اعتذرت لظهور إعلاميا وهددتهم يعني كيف يمكن التعليق على هذا الأمر وكيف يمكن مفادات هذا الأمر من التصعيد والوصول إلى يعني مرحلة من الخطر جديدة نصح التعبيل طيب الأكيد أن هذه شبكات يعني منظمة شبكات إجرامية شبكات مسلحة وبالتالي تحتجز هؤلاء الضحايا لغراض يعني لأغراض إجرامية تجبرهم أولا على الاحتيال الإلكتروني والقيام بأعمال يعني إجرامية وبالتالي في الوقت اللي كيطلبوا فيه أنهم ينصرفوا لحالهم فهي تطالبهم بأداء فيديا بمعنى أن وتهدد وحتى أيضا من من طرف يعني الأفراد الذين تم نجحوا في دفع الفيديا وتحرروا من قبضتهم أكدوا أنهم يتعرضون للتعديد باستمرار ويهددون بالقتل وبالتالي هذا الوضع يعني مقلق جدا لأنه فيه تهديد بسلامة هؤلاء الضحايا اليوم يعني توضح دي الوزارة الخارجية المغربية لأنها في تواصل مع السلطات التيلوندية عبر ممتليها الدبلوماسيين هناك أيضا هناك تنسيق من طرف السلطات المعنية في تيلوند وميانمار على أساس أنها تدفع في اتجاه إطلاق صراح هؤلاء الضحايا ولأن الموضوع لا يتعلق فقط بمغاربة وهناك جنسيات أخرى خصوصا من جنوب الصحراء فهناك أيضا معلومات تفيد بأن هناك تنسيق ما بين المجموعة الإفريقية وما بين منظمات دولية لتنسيق لإيجاد مقاربة من أجل إطلاق صراح المواطني الأفارقة بصفة عامة وتحريرهم من قبضة شبكات للتجار في البشر يعني الإشكال هو أن وكما عبرت عليه أيضا كما عبرت عليه بلغ السفارة هو أن الإشكال هو أن الملاطق المعنية يسيطر عليها يعني متمردون مسلحون وبالتالي هناك يعني إشكال أولا في كيفية الوصول إلى هؤلاء المتمردين إلى هؤلاء الشبكات لأن الوضع يعني فيه يعني تمكون بالأسلحة في سيطرة على منطقها في تمرد وبالتالي ليس من السهل يعني تحرير هؤلاء الضحايا كان أيضا هناك تواصل مع عائلات الضحايا استقبلتهم يعني الخارجية بوزارة الخارجية بالمغرب واستقبلوا أيضا من طرف سفارة بالربات وبالتالي عبروا على قلقهم على تخوفهم على الوضع يعني المؤسف والمئساوي الذي يعيشون فيه وبالتالي هناك المخاطر لازالت محذقة خصوصا وأثناء التهديدات بالقتل يعني مستمرة وتعرض للتعديم أيضا مستمر وبالتالي من المهم جدا أن يكون هناك يعني مبادرات مبادرات في إطار يعني القانون الدولي ما يتيحه القانون الدولي إلى غير ذلك من أجل تحرير هؤلاء الضحايا لأن الحد الآن لازالت هناك يعني لازال هناك غموض لازال هناك يعني عدم وضوح في العناصر المتشابكة التي تخص هذا الموضوع هذا وبالتالي حتى المقاربة دي اللي ممكن تمشي في اتجاه تحرير هؤلاء الضحايا لازالت يعني غير واضحة بالشكل الكافي جزيل الشكر لحضرتك على كل هذه المعلومات وليضحات من الدار البيضاء كنت معنا عضو مجلس النواب المغربية لأستاذة فاطمة التامني شكرا لكم في نهاية ساعة ثانية من جولتنا الإخبارية هذه بإمكانكم دائما مشاهدين متابعة آخر الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي تابع للحدث والتفاعل مع ما ينشر عليها من أخبار وأيضا زيارة الحدث دوت نت للمزيد من التقارير والأخبار أيضا هناك كنوا بخير دائما هذه تحياتي بصير اجتيها لالقاء اشتركوا في القناة